طبعا يا حبايب اصطلنا 50 ألف مشترك على قناتنا بليوتيوب أول شي ألف شكر لكم على هذا الشي ومبروك علينا هذا الرقم المهم اني نزلت بالمنتدة بوست اكتبت بي انه حاب يكتب لي سؤال وحسي مقطع اسئلة طبعا حلقة الى الان انا ما صورتها في اللي حاب يطلع سؤاله يروح يكتب سؤاله بالمنتدة الخبر الأول اللي عدنا عن أنس واصالة وعن أحمد النشيط اللي صارت شوفوه باخر فترة يصوروه أنس واصالة بحيث قرروا أنس واصالة بالتعاون مع أحمد النشيط أنه يصورون وثائقي خلف الكواليث اللي أكبر حفلة معرفة جنس الجنين وعلى حسب كلام أحمد النشيط اللي قال للمتابعينه أنه هذا الوثائقي رح يكون أقوى من نتفليكس فالله يوفقهم وإن شاء الله فعليني يطلع جميل وكتبوا لي بالكومنتات اذا انتم متحمسين أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن عزة زعرور اللي قررت أنها تصور مسلسل معين لحينزل قريبا بحيث عزة نزلت بحسابها بالإنستجرام استوريات اتكلمت بها عن هذا الموضوع أنه تصور شيء كبير من هذا الكلام واتوقع هذا هو السبب اللي تخليها شوية تقطع عن اليوتيوب بآخر فترة عندها تنزله هواية وعلى حسب كلامها أنه شيء جدا كبير أتوقع هاي أول مرة عزة زعرور رح تصور تمثيل أود من هالكلام فصلاح كلش متحمس وإن شاء الله يطلع حدوه الخبر الثالث والأخير عن أنس وأصالة وردهم على سعودي روبورترز طبعا جمهور أنس وأصالة هدو نفسكم شوية الموضوع حبي بيناتهم وعركة أو دراما بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفوا شنون اللي صاير سعودي روبورترز نزله أغنية بآخر فترة اللي كانت عنوانها مين سارا وطبعا بهاي الأغنية ذكروا اسم أنس وأصالة فأنس حاب أنه يريد عليهم رح أطولكم استورياته يشوفوها هذا موضوع شمال است الموضوع إنّ الأغنية لا سمعنا وأنا الشيء من أنت وصالة خايفين? خايفين؟ بيهرفوا؟ latter البراعises بيقيمكم ماذا عبدالله؟ البته للفيقيم أولا عبدالله العبدالعزيز.. شككو منوينه على مساكل انتم شكلكم نوعين على مصائب اذا قادها خليك ام كاملين واااااو لأي وبس والله هاي الأخبار اللي كانت عد نタ اتمنى ما اقتر اعجبكم فانصر روح ! تشاركوه بالقناة وبس والله اشتركوا في القناة مع السلامة